السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين لبس اليكم نتمنىكم ان شاء الله يارب تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معايا هنقدم معكم محطورة غلاسي بمقدر اللي هي اقتصادية وبسيطة وسهلة في نفس الوقت كيف غدي تشوفوا معايا في الفيديو نتمنىكم ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير ويلشوا الفيديو كي تسحق تشجيع لايكا ديالكم تعاليق بارتاج شكرا لكم بزاف كان اعتادر منكم على الصوت ديالي ضربني شوية البرد المهم ان شاء الله غد نبدأ معاكم بالمقادير وهنايا غد نبدأ بالمقادير عندي بيضة وحدة غنزيد معليهم اربعة لمعالقة ديال السكر ساندة رشيش هدي الملحة وبالنسبة لي السكر ساندة انا ديت ربعة جوني كافيين لحلاوهي هديكو بالنسبة لي كيف غير الحلاوهي اكثر رممكن لدي الخمسة لمعالق ولكن انا بالنسبة لي اه ربعة ره كافيين الاحساب الحلاوهي باش ماجيناش تطورتة باش ماجيناش تطورتة باش ماجيناش باش ماجيناش أخذ بقائق أن نضيف طحين سأغرب طحين ثم نضيف ملعقة صحين يضيف طحين ثم نضيف الضوء ثم نضيف المعلق الصغير فقط نضيف المعلق الصغير نضيف المعلق الصغير نخلط الخليط نضغب خليط 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 صغير را كتجي صارحة خفيفة را انتم ما كيف كتشوفوا معي الشكل ديالها راكيبا آآ كنناخد هنا يا هاد الاطار اللي كان قادها به قطعت له هالجوانب ديالها كيجي واحد شوية بحل لانا شفين كنحيضوهم ورا ما كيضيعوش راكيت آآ وما كيتكالو هناك كتشوفوا معي الشكل ديال الكيك ديالنا كيجيته هو اكثر مرائح هنا اختيت كاس ديال السكر ساني دا ندرته في هذا المقلاو ونقص لي البطوخ اللي تحتده بمزيان وازدت عليها معلقة ديال الزبدة ما كنديوش المانغالين باش كجينا هاد الكريم مبنينا الزبدة اللي كنا ناكلوها اللي كتكون زبدة اللي يزوينا المهم كنخلطها مزيان حتى كتنساجم لي مع هاد الخالطين السكر ديالنا واختيت كاس ديال الحليب بيزدت عليهم معلقة ديال النشا ودوبتو فيها مزيان وخلطو من بعد كنزيدو على الخالط ديالنا لها هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا وغتنزيد عليهم النصف كاس ديال الماء لي كيكون سخون هنا يا انا را مصرع الفيديو باش ميجينيش طويل هو صراحة راقي يجي الفيديو طويل اكثر من هاكا عال انما مزر باه شوية باش ميجيش الفيديو موميل سوف نخلطو مزيان من بعد ما خلطو زلت علي تقريبا واحد ثلاثة احتربعة لمعالقات ديال اللوز اللي كيكون محمر ومهرماش على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا كناخدو بحال هاكا حمرته شوية سوف يوزدو على هاد الخالط ديالنا كيف كتح يدو من فوق البوطة حيط رغا ديعقال لنا يخلينا تبرد كالخويه فوق من الكيكة ديالنا سوف يوزدو على هاد الشكل ان هي منسبة اللي بغي يزيد شي حاجة ديال المقصرات شوية ديال لقرقاع او لكل واحد ويدل على الحساب الضوقة دياله راه ممكن سوف يخليها هنا يا حكتت بردلية لجنب وخديت مسكات ديال الحليب او للي بغي يعود الحليب الكريمة السائلة راه ممكن حتى اياه دلت ليهم معلقة صغيرة ديال قهوة سريعة دوبان وزد عليها مية كرام ديال شوكولات ديال الحليب سوف نخلطه مزيان هاد الشكلات والحليب والقهوة سريعة دوبان وخديت جوج ورقات ديال الجيل العسين اللي درتهم في مبارد تخليتو احتر طابينو عصرسو مزيان وزدو على هاد الخاليط ديالنا هنا الجيل العسين ما كنديروش فشكي يكون الخاليط عدنا ديال الشكلات والحليب بقي سخون كنخليه حتى كيدفا عاد كنخلطه مع بعض دياله ونخليه على جنبي برد صافي من بعد هنا اختيت الكريمة السائلة عندي انا 500 ميليليتر درت منها نصف ديال الكمية وكنتطربها بطربة واحد شوية ممكن طلعوه هاش بزاف صافي وقدر ناخد هنا هي الجبن ديال المسكربون اللي بغي يعوضه بشي جبن اخر ممكن انا كانت تواجد عندي هذا درتو اهم حاجة هي خاص يكون الخالط ديال الشوكولات ديالنا يكون بارد باش منين نديرو فوق الكريمة ميدو بها شلينا ومنين نديرو في الجبن حتى هو ميدو بشلينا من بعد ما طلعنا الكريمة ديالنا ديال الشوكولات كنزيدوها على الكريمة اللي طربناها في الاول واحد شوية كنعاود نخلطوها عالك تنساجم لنا ديالك كريمة ديال الشوكولات هي الكريمة اللي سائلة اللي درنا ونحاولو ما نطربوهاش بزاف باش ما جيناش الكريمة تكون عاقدة احنا بغينا هنا يا تبقالينا على شكل لا موسو جينا كريمية على هات الشكل كيف كتشوفو معايا اه صافي هنا يا كدنا اخدها هاك نخويها فوق من الطعطة ضروري ما تكون الكريمة اللي درنا هادي الكراميل تكون باردة باش ما كدوبش لنا الكريمة ديالنا اهنا يا في هاد المرحلة انا غدا نقعدها وغدا ندخلها المجمد تقريبا واحد ثلاثة ديال الساعات باش كتشبد لي هاد الكريمة انا حيث غدا نزيد طبقة اخرى ديال الكريمة بالنسبة اللي بغي يكسافي بطبقة واحدة رغم ممكن والكريمة اللي بقعت ليا كنديرها هنا يا في هاد البول وكنعاود نطربها عالو حد شوية كيف شفوه معايا واخديت واحد جوج معلقات ديال الحليب المعكز او لنيسلي اللي درتهم في حمام مائي وزدت عليهم جوج ورقات ديال الجيلاتين اللي ضروري ما كنرطوه في المحطة كير طابلي كيف هو ريسكم في المرحلة اللولة اللي درت عاد كن نعصرهم زيان من دك الماء وزدتو على الحليب المعكز وبقيت كن نحرك فيه واحد شوية حتى برد ليا عاد ضدتو على الكريمة اللي اللي تبقعت ليا على هاد الشكل كيف كتشوفو معايا صافيو كنعاود نطربوا واحد شوية وكنديرتها وكا طبقة تاليتة فوق من الطبقة اللي درنا ديال الشوكولات والقهوة صدقوني الطرطة كتجي اكتر من رائعو كيف كتشوفو معايا سهلة حاجة وحدة اللي كتبغيه شوية نخليوها تبرد كتبغيها تبرد ليا مزيان باش كنجينا الطرطة ديالنا زوينا وهناي القوام ديالي ديال الكريمة على هاد الشكل كيف خليتوه صافي خرشت الطرطة ديالي من المجمد ضروري ما كنغطيوها بالبلاستيك باش ما كتتاخدش لنا ريحة اللي كتكون في المجمد ديالنا كنقعدها مزيان من الفوق وكن عاود نغطيها وندخلها المجمد خليتها الليلة كاملة وهنايا غدا نتوز معاكم باش نصوبوا الجلاساج باش غادي نغلاسيوه خديت هنايا كاس ديال سكر سانيدة زياليه جوج معلقة كبار عابرين ديال كاكاو منس كاس ديال السيت ومنس كاس ديال الماء كنخلطو الخريط ديالنا مزيان وكنديرو فوق البوطة وكنبقى نحرك فيه مره مره كننقطعي البوطة اخديت جوجه ورقات ديال الجيلاتين اللي رطبتم في الماء وخليتهم على جنب هنا ياه انتوما كيف كتشوفوا معايا القاوام ديال الغلاساج لانه حتى كيبالين بحالها كهفدة كيعقاد عاد كنحيدو فوق البوطة وكنزيد عليه هنا ياه معلقة ديال الزبدة والزبدة اللي كتكون زوينة كيف كنقول لكم دائما باش كنحصلوا لما داقلي هو زوين وخليتو حتى نزلت درجة ديال الحرارة ديالو عدد تاني جوجه برقات ديال الجيلاتين وكننخلطوه مزيان حتى كيضو بينا ذاك الجيلاتين وكنناخدو هنا ياه كنصفيف واحد صفايا على هالشكل كيف شفته معايا هنا ياه الطرطة ديالنا من بعد ما جمدت لينا ولغط في الصباح صافي اخليت هنا ياه واحد صربيتة اللي درتها في المسخون ودو السمجنا بورا كيتحيل لنا المول بالصربة هنا ياه انتو ما كيف كتشوفوا الطبقات كيف جاو كيجيوا بيينين والقلاسات ديالنا هانتو ما كيف كتشوفوا الصراحة كيجي اكثر من رائع وسهل في نفس الوقت ممكن اي واحد يصابه وهنا يخلص القردن ديال الشيواء اللي كيكون بحلها كيبان لي هالفقاعات كنحيضهم به وانا يوصلت معكم للمرحلة ديال التزيين هنا التزيين كيبقى كل واحده لحسب الخصيئة دياله زينتها من الجوانب ديالها بشوية ديال الشوكولات كيف كتشوفوا معي اللي كيكون بيض وهنا ياخدت هالشوكولات للا شكل تشيبس لكي يتباع ديال علبة دياله اللي وريسكم كتكون باكية بحرقة تقريبا دياله شي اورو تقريبا ما غاليش بزاف زينت بياله الشكل كيف كتشوفوا اخذت شوية ديال البرق ديال الدهب تا هو ومن هاد الحبيبات ديال الفاني ديكي كونتا هم دهبين هنا تزيين كيف بديكم كيبقى كل واحده لحسب الخطيار دياله لحسب الضوق دياله المهم هو المعطاق ومن اياك نقول لكم وصلت معكم النهاية ديال الفيديو نتمنى ان شاء الله هالفيديو ديال اليوم يعجبكم ويلا اعجبكم هالفيديو والله يجازيكم ما تنسوا ليشملي اللايك ديالكم ومبارتاج وتعاليق لي قدي تشجعني وشكرا لكم ازاف وكان هتعذر منكم على الصوت ديالي مرة اخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة